مساء الخير انا هتكلم النهاردة عن الفيديو اللي نشرته انبارح عن المسلسل الملك احمس وللأسف يعني لقيته اخذ على انه نقد مني للمسلسل وللمجهود الجبار اللي اتعمل فيه وصاحب ذلك طبعا يعني هجمات كبيرة جدا على المسلسل وعلى صناع العمل رغم ان انا كنت واضح جدا في كلامي في الفيديو بتاعي ان انا بقشيد بهذا العمل وقشيد بالمجهود العظيم اللي اتعمل فيه وانه عمل يعني يقترب من العالمية وفيه تقنية حديثة وفيه كدرات هيلة واضاءة وموسيقى وفيه اداء من كوكب الممثلين عظيم جدا 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 واخراج رائع من المخرج حسين المنباو انا ما كنتش منتقد العمل انا كلامي كان على نقطة واحدة محددة تمام وهي ظهور الملك بلحية تمام مما يتعارض مع العقيدة المصرية القديمة وفي الفيديو البتاعي وعلى الصفحة بتاعتي جبت كل المعلومات عن هذا الموضوع واتناقشت مع ناس كتير جدا عن هذا الموضوع اللي عايز يشوف يرجع يشوف انا قلت ايه تمام ولكن انا لم اكن انتقد المسلسل نفسه يا جماعو ما يصحش ان احنا نقف ضده الوقفة دي ونجلت في كل هذا الجلد لدرجة ان انا لقيت النهاردة حملات قاطعه مسلسل الملك يعني لا حرام ولان انا اول حاجة قلتها قلت حرام حرام المجهود بتاعهم اللي هم عملو ده ضيعوا للأسف غلطة واحد وهو المراجع التاريخي الاستاذ احمد السنوسي اللي كانوا معتمدين عليه ان هو يوجههم بالتوجيه التاريخي السليم ولكنه للأسف خان هذه الثقة وهذه الامانة تمام ووجههم توجيه غلط تمام وخلى انه يحصل هذا اللغط وهذا الزخم عن الموضوع وانا برجع اقول لا الاستاذ عمر يوسف رجل تاريخ ولا هو اثري او له خبرة ولا الاستاذ حسين من اباوي المخرج ولا الاستاذ تامير مرسي المنتج ولا الاستاذ خالد دياب المؤلف الناس دي كلها ماياش ناس متخصصة لذلك كان يجب ان يلجأوا الى شخص متخصص ولكن هما للأسف لجأوا الى الشخص الخطأ فدي مشكلته هو هذا الشخص اللي وجههم توجيه غلط وكان كلمتي كلها وكان موضوع كله على وجود او على ظهور الملك باللحية بالشكل ده لانه طب ايه يا تامير يعني ايه المشكلة يعني مايطلع بلحية ولا يعني مش هو ده والناس كتير قاعدت تورد امثلة انه ما صلاح الدين مليان فيلم صلاح الدين مليان مشاكل وفيه حاجات كتير غلط ومش عارف ايه وفيلم ايه وفيلم ايه وفيلم ايه ايه يا جماعة الغلط المظهري الموضوع مش غلط مظهري تمام لو صلاح الدين لابس هاف بوت بدل ما يبقى لابس بوت دي ما هي حاجة تتعدي لو البتاع اللابسها فوق دماغه بدل ما هي معمولة كده معمولة كده دي تعدي لكن احنا بنتكلمش هنا عن خطأ مظهري احنا بنتكلم هنا عن خطأ عقائدي انه عقائديا الملك المصر القديم كان يجب انه يكون دايما حليق اللحية لأسباب عقائدية اوردتها في الفيديو بتاعي تمام فحجم الخطأ هنا وحجم كبير يحمل الى الاستاذ احمد السنوسي تمام يحمل الى من قالهم لا لا تعدي وتمشي لانه الراجل حبيبي بيتكلم عن يعني قناعات شخصية ليه هو يعني مقتنع بها هو واربع ده خمسة معاها مش اكتر واوردها على انها دي قاعدة وهو ده اللي يمشي وهو ده اللي تمام اوكي والناس للاسف مشت وراء وصدقته مش غلطتهم تمام هي غلطته هو فعلشان كده لأ ما يصحش ان احنا نجلد هذا المسلسل ونقول لأ هنقطه ولا المسلسل وحش واحنا لسه ما شوفناهوش يا دوبك احنا شوفنا البرومو لأ ده مجهود ناس والناس دي تعبت وانا مقدر المجهود ده لان انا ممثل وعارف احنا بنتعب قد ايه في الشغل زي كده فلأ لازم ندعم المسلسل ده ونقف وراه علشان ده هيكون فتحة خير ان احنا نعمل اعمال اخرى بتتكلم عن الحقبة المصرية القديمة ونفخر بتاريخنا على الشاشة زي ما كنا بنعمل زمان تمام طب يا تامر يعني برضو يعني اصل المنظر ومش المنظر احنا مش عايزين ننسى انه المسلسل يعني بيتكلم عن رواية تمام وهو ده اللي اورده بعد سلناها العمل والاستاذة مونيا فتح الباب لياليستايلس عشان تدفع عن نفسها طبعا تمام لان هي برضو مالها الزمب هي اللي والله الراجل وجهت توجيه ده وهي مشت وراه تمام فبتقول احنا ما بنعملش حاجة تاريخية احنا مش بنعمل حاجة احنا بنعمل حاجة درامية ودي حاجة عن رواية للكاتب نجيب محفوظ ما هياش حاجة عن كتب تاريخ ولا عن حاجة معينة ماشي اوكي ولكن لا ننسى برضو انه المظهر كان مهم جدا 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 لانه في حاجة اسمها الصورة الزهنية اللي بتنطبع عند المشاهد خصوصا لو بنتكلم عن شخصية حقيقية كانت موجودة في الواقع يعني كلنا كلنا بنربط صلاح الدين بالاستاذ احمد مظهر ما فيهاش كلام بنربط طه حسين بالاستاذ احمد زاكي تمام فلا الموضوع كان فيه خطورة وفيه غلط ولكن هذا الغلط لا يقع على صناع العمل يقع على الاستاذ اللي وجيهم هذا التوجيه الخطأ وللأسف سمعت ان الاستاذ احمد السنوسي هيطلع يوم 3 مارس على قناة الدي امسي علشان يرد على هذه الانتقادات طب يعني يا جماعة ده هيطلع لوحده هتسيبوه يتكلم يعني ده يعني لازم لما يبقى موجود عشان يرد على هذه الانتقادات لازم يبقى في وجود ده كثرة من كلية الاسهار اساد زيتنا الناس اللي علمونا والناس اللي ربونا عشان يعرفوا يرد عليها علشان ما ياخدناش يمين وشمال في الاتجاهات اللي عجيبة اللي في دماغه الراجل يا جماعة يعني بيرد حتى على منطق دي لو شفته اسلوبه وهو بيتكلمه في الحاجات اللي كاتبها على الصفحة بتاعته فيها شيء يعني كتير من الصلف وفيها كتير من قلة الزوق يعني لا ينم عن كلام رجل علم ابدا وما يصحش ان هو كان يتكلم بالشكل ده تمام فهيطلع على تلفزيون يتكلم برضو يزود لنا الاخطاء في دماغنا ويوجه ولادنا ويوجه دماغنا هذه التوجيهات الغريبة اللي هي عنده هو بس ولا لازم يكون في حد قصاده يعرف ان هو يوجهه بالحقائق ويعرف ان هو يزبط الكلام اللي هو بيقوله يا جيت نراعي الحكاية دي جدا ونراعي انه زي ما قلت يعني العمله مش بسيط لانه يعني تخيل انت مثلا بنعمل مسلسل او عمل في زابط شرطة او زابط جيش واحنا متربيين على انه العقيدة العسكرية عندنا انه الزابط ما بيطلعش ابدا مربي ده انو فاجيب لك زابط مربي ده انو اكيد ده بيفصل اكيد ده بيعمل غربة بيعمل بعد ما بين المشاهد ما بين العمل فالي انا بقوله ده كان مصلحة العمل مصلحة العمل اللي جاي خلاص العمل ده اتعمل خلاص انا بتكلم على الاعمال اللي جاي فعلشان كده لازم ان احنا ناخد بالنا قوي واحنا بنختار الناس اللي نضع فيهم ثقاتنا تاريخيا وهما بيوجهونا في هذه الاعمال تمام فارجو ان احنا ما نجلتش المسلسل ما ارض ارجو ان احنا ما نضيعش المجهود العظيم لانه انا كل اللي قلته كان حزنا على المجهود الكبير اللي عملوا الزملة في مسلسل عظيم بالشكل ده واضح من شكله واضح من السورة بتاعته انه هيبقى مسلسل هايل تمام وبوزه يعني شخص بوزه شخص بنوع من الجهل زي ما تكون عملت طرطة جميلة اوي وحطيت جوها طرشة فخلص يعني تمام فمعليش لازم نقف ورا المسلسل ده ولازم ان احنا نتفرج عليه ونشوف الناس دي مجهودها عملوا في ايه وتعبوا في ازاي ولكن يجب ان نحاسب هذا المخطط فارجوكو يعني خلوكو ورا محاسبة هذا الرجل تمام وان احنا ما نخلهوش او امثاله هما اللي يتحكموا في الدراما التاريخية بتاعتنا في اللي جاي ان شاء الله شكرا واتمنى ان شاء الله لمسلسل الملك احمس بطولة الفنان عمر يوسف واخراج الصديق حسين بن اباوي انه ينجح نجاح باهر ومزهل ويكون فتحة خير ان شاء الله لأعمال كتيرة من هذه النوعية شكرا تامر فرق شكرا